اشتركوا في القناة قبلوا باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وداعا كأس العالم تعرابت بدون فريق بعدما قرر بنفك البرتغالي فسخ العقد الذي يربطهما باتت مشاركة الدولة المغربية عادل تعرابت في نهائية كأس العالم المقبلة في قطر شبه مستحيلة بعدما فسخ نادي بنفك البرتغالي مساء امس العقد الذي كان يربطهما ليصبح بدون فريق في الوقت الحالي هذا وفقد تعرابت رسميته مع النديه البرتغالي كما تعذر عليه ايجاد فريق اوروبي يقبل التعقد معها ليغلق السوق الانتقالات ابوابه مباشرة بعد توقع الطرفين على فسخ العقد للاشارة فامام تعرابت فرصتين لا تلت لهم لتجنب البطالة خلال اربعة اشهر المقبلة والابقاء على اماله في حمل قميس المنتخب في مونديا القطر الاولى تتمثل في البحث عن فريق ممارس بدوريا كروية لم تغلق سوق الانتقالات فيها على غرار دول الخليج وتركيا وشمال افريقيا او المنادت عليه من فريق له مكان شاغر في تشكلتها حتى وان اغلقت سوق الانتقالات باعتباره لاعبا حرا وهو احتمال ضعيف جدا الفيفا يتحكم في عودة لاعب عالمي الى المنتخب المغربي كشف مصدر المسؤول ان عودة عبدالرزاق حمد الله الى المنتخب المغربي مرهونة بقرار حاسم للاتحاد الدولي لكرة القدم اوضع مدرب المنتخب المغربي ولدرزاق حمد الله في القائمة الاولية للمنتخب المغربي المقبل على خوض وديتي تشيل والباراقواي في الفترة ما بين الثالث والعشرون والسابع والعشرون من الشهر الجهرية وتبقى عودة حمد الله مرهونة برفع عقوبة الايقاف في حقه والصادرة ضده من قبل لجنة الاخلاقية السعودية والقاضي بمنعه عن اللاعب لمدة اربعة اشهر ويملك حمد الله خيارين اولهما الحصول على قرار من الفيفا يلغي العقوبة ويبرئ حمد الله اما الخيار الثاني فهو ان يلعب حمد الله كمعاري لفريق الاخر وكانت مجموعة من التسريبات تحدثت عن امكانية ان يلعب حمد الله معارا لأحد فرق البطولة الاحترافية مصطفى حجي يختار التصعيد ضد جامعة كرة القدم لجأ الدولي والمغربي ومساعد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سابقا مصطفى حجي الى محكمة التحكم الرياضي الطاص ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وذلك لاستخلاص مستحقاته المالية بعد قرار الاستغناء عن خدماته ما يعتبره حجي طردا دون سابق انذار وكشفت مصادر ان مصطفى حجي نفد تهدده بمقاضة الجامعة بعدما وضع ملفه لاستصدار قرار قضائي من اعلى محكمة رياضية دولية ودخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الخط في ازمة مع حجي خلال يونيو المنصارم حينما بعد تجل العنوش المدير الاداري والمالي للجامعة اتفاق تفاهم حبي لتوقعه من اجل ايجاد تسوية حبية بحسب تعبير مصطفى حجي وبموجب اتفاق تفاهم الحبية كان مصطفى حجي سيحصل على 142 مليون بموجب الانهاء المبكر للعقد المبرم مع الجامعة وهو شيء الذي لم يرق لمساعد وحيد خلال زيتش سابقا الذي اكد ان بنود ومقتضيات اتفاق فصخ العقد مع الجامعة لا تتناسب مع حقوقه الحقيقية المتعلقة بالسنوات الثماني الماضية التي قضاها داخل الجامعة وتحدث الدولي والمغربي السابق في تصريحة صعفية عن رسالة موقعة من قبل الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قائلا تم ادخالي الى غرفة الطوارئ في مستشفى الشيخ زايد للعلاج وارسلت شهادة طبية على الفور لاتبات سبب غيابي واسترسل مصطفى حجي وهو يسرد تفاصيل فصله عن مهمته كمساعد لمدرب المنتخب الوطن المغربي كان من المفترض ان اعود الى وظيفتي قبل عشرة ايام من انا ذاك لكنني كنت اعاني وحصلت على اجازة مرضية لمدة ثلاث اسابيع على الاقل كما اوضح مصطفى حجي بانه لازيد من ثماني سنوات لم تصرح به الجامعة في التأمين الاجبار عن المرض مرضفا اعتقد ان الجامعة لم تعير اهتماما بالشهادة الطبية التي ارسلتها لانني لا املك تأمينا صحيا مؤكدا انه لم يسبق لي الاستفاد اطلاقا من التعويض عن المرض سواء لي او لعائلتي او ابنائي المنتخب المغربي لاقل من 17 سنة يتغلب على مصر ويتأهل الى نصف نهائي كأس العرب للناشئين ضمن المنتخب المغربي لاقل من 17 سنة تأهله الى نصف نهائي كأس العرب للناشئين المقام حاليا في الجزائر عقب تغلبه على مصر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة وسجل الهدف الاول في المباراة عبد الحميد معلية في الدقيقة 80 بينما اضاف ايمان الناهر الثاني في الدقيقة 92 ليهدي بطاقة العبور للفريق الوطني الى المربع الذهبي من البطولة العربية وسيلاقي المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العرب للناشئين المنتخب اليمني الذي تأهل على حساب نظره السوداني بهدف دون رد وليد رجراجي يستبعد لعبا بارزا عن مباراة تشيلي والباراقوايا لن يعتمد مدرب المنتخب المغربي وليد رجراجي على لعب مغربي بارز في مباراة تشيلي والباراقوايا واصيب لعب اودينيزي ادم مصين بالتواء حد في ركبته اليمنى يستحيل معها المشاركة في مباراة تشيلي والباراقوايا ويعد مصين رابع لاعب سيغيب عن اول مباراة وليد رجراجي مع المنتخب المغربي بعد كل من عمر اللوزا طريقت سودالي ونيف اكراد ولم يعلن الفريق الايطالي الى حد الساعة عن مدة غياب مصين عن الملاعب وما اذا كان الغياب سيبعده عن الملاعب مدة اطول ومن تام الغياب عن مونديا القطر 2022 وبات في شبه المؤكد ان يكون يحيي عطية الله البديل المناسب لمصين وهو الذي تألق في البطولة تحت امارة وليد رجراجي خلال فترة اشراف الاخير على تدريب فارق الوداد ويتطلع وليد رجراجي في ان تكون جميع الاسماء جاهزة لمونديا القطر 2022 حتى يحقق لمنتخب المغربي مطالب الشعب المغربي في بلغ الدور الثاني لنهائية كأس العالم وقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الاربع رسميا وليد رجراجي للاعلام في مهمته مدربة للمنتخب المغربي يذكر ان مباراة تشيل والبارغواي مقررتين على التوالي في الثالث والعشرون والسابع والعشرون من الشهر الجاري في كل من برشالون وإشبيليا وكشف وليد رجراجي انه لن يغير من جلد المنتخب المغربي كثيرا بل سيعتمد على الاسماء السابقة على امل الحق بعض العناصر الشابة بعد مونديا القطر وينص العقد الذي اربط وليد رجراجي بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على قيادة اسود الاطلس للمربع الدهبي لكأس امم افريقيا الكوديفور 2024 ومونديا الـ 2026 بالولايات المتحدة الامريكية وكاندا والمكسيك موسيقى